سياحة عوائل الإمارات تعد دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة مثالية لسياحة العوائل حيث توفر العديد من الأنشطة والأماكن الترفيهية الممتعة للأطفال والكبار على حد سواء من أشهر هذه الأماكن حديقة الحيوان في أبوظبي التي تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحيوانات وأكواريوم الشارقة الذي يعرض آلاف الكائنة البحرية كما يوفر عالم المغامرات في دبي العديد من الألعاب والأنشطة الممتعة للأطفال إنها وجهة رائعة لقضاء عطلة عائلية مليئة بالطرفيه والمغامرة سنتعرف في هذا الفيديو عالى أولاً أجمل الوجهات السياحية المناسبة للعوائل في الإمارات ثانياً أهم المعلومات التي يجب معرفتها قبل السفر مثل المطاعم، الفنادق، الطقس وغيرها أولاً أجمل الوجهات واحد عالم المغامرات IMG دبي يعد عالم المغامرات IMG أحد أكبر أماكن الطرفيه العائلي في دبي حيث يوفر مجموعة هائلة ومتنوعة من الألعاب والأنشطة المثيرة والممتعة للأطفال والكبار على حد سواء يضم المكان العديد من الألعاب المائية الرائعة مثل أنفاق المياه والشلالات وحمامات السباحة بالإضافة إلى مدينة مالاهي مصممة خصيصاً للأطفال وملئة بالشخصية الكارتونية كما يحتوي على حلبة التزلج على الجليد وصالة ألعاب رياضية مغلقة وعشرات الألعاب الإلكترونية إن تصميم المكان الداخلي المميز وكثرة الأنشطة تجعله الوجهة المثالية لقضاء أوقات ممتعة مع الأسرة فهو يرضي جميع الأذواق والفئة العمرية بأجوائه المريحة الصاخبة 2- حديقة حيوان الإمارات في أبوظبي واحدة من الأماكن الطرفية التعليمية لقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأطفال تضم الحديقة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحيوانات النادرة مثل الفيلة والزرافات والأسود والتي يتم عرضها في بيئات شبيهة ببيئاتها الطبيعية كما تحتوي الحديقة على العديد من الأنشطة والفعاليات الترفهية التي تناسب جميع أفراد الأسرة مثل عروض الحيوانات والطيور وركوب الجمال وغيرها وتتيح حديقة الحيوان فرصة رائعة للأطفال للتعرف على الحيوانات عن قرب وبشكل ممتع ما يجعلها وجهة مثالية لقضاء يوم ترفهي مع العائلة ادعمنا بلايك إذا وجدت في الفيديو ما يفيدك 3- أكواريوم الشارقة واحد من أفضل الأماكن الترفيهية التعليمية للعوائل والأطفال في دولة الإمارات يعتبر من أكبر وأجمل أحواض السمك في العالم ويضم مجموعة هائلة ومتنوعة من الكائنات البحرية يأخذك الأكواريوم في رحلة ساحرة عبر أروقته الزجاجية تحت سطح الماء لمشاهدة آلاف الأسماك المدهشة والشعاب المرجانية الملونة والسلاحف البحرية وغيرها من الكائنات البحرية إنها رحلة استكشافية رائعة داخل عالم ملون تحت سطح البحر أربعة مول دبي واحد من أكبر مراكز التسوق في العالم وأكثرها شهرة ويقع في قلب مدينة دبي منذ افتتاحه في عام 2008 أصبح مول دبي وجهة رئيسية للتسوق والترفيه للسكان المحليين والزوار على حد سواء يضم المول أكثر من ألف ومائتي متجر تجاري بدءاً من المتاجر الراقية والعالمية وأصولاً إلى العالمة التجارية المحلية والمتوسطة ليلبي كل الأذواق بالإضافة إلى التسوق يوفر المول تجارب ترفيهية متنوعة بما في ذلك الأكواريوم وحديقة الديناصورات المتحركة ومنطقة الألعاب للأطفال مما يجعل مول دبي وجهة مناسبة لسياحة العوائل في الإمارات لا تفوت مشاهدة باقي فيديوهات الإمارات في قناتنا والروابط في الوصف خمسة ميراكيل جاردين حديقة زهور فريدة من نوعها تقع في دبي منذ افتتاحها في عام 2013 أصبحت الحديقة واحدة من أبرز المعالم السياحية في الإمارات تغطي مساحة تقدر بحوالي 72 ألف متر مربع وتحتوي على أكثر من خمسين مليون زهرة ومئتين وخمسين مليون نبتة تتميز ميراكيل جاردين بتصاميمها المبتكرة والمدهشة التي تتغير كل سنة حيث تبهر الزوار بترتيبات الزهور الضخمة والمعقدة بما في ذلك القلائد العملاقة والقلوب والنجوم والأشكال الأخرى بالإضافة إلى ذلك تضم الحديقة عدة معالم مشهورة مثل الطائرة الإماراتية المغطاة بالزهور ميراكيل جاردين هي واحة ملونة ومدهشة في قلب الصحراء توفر تجربة ساحرة ومريحة للزوار من جميع الأعمار تفتح الحديقة عادة من نوفمبر إلى مايو حيث تكون الأجواء في دبي أكثر لطفا الحديقة يحبها الكبر والصغار على حد سواء ستة وايلدوادي ووتربارك منتجع مائي ممتع ومثير يقع في دبي بين فندق برج العرب وفندق جوميرا بيتش يضم المنتزه أكثر من ثلاثين لعب ومنزلق مائي وهو يعتبر واحدا من أجمل المعالم السياحية المناسبة للعوائل ستستمتعون بالتحدي والإثارة في جوميرا سكيرا والتي تعد واحدة من أعلى وأسرع الألعاب المائية في العالم بالإضافة إلى ذلك يوجد أيضا نهر الاستراحة ومنطقة الأطفال ومنطقة الموج الاصطناعي والعديد من الألعاب المائية الأخرى شارك الفيديو مع من ستسافر إلى الإمارات معه ثانيا أهم المعلومات ما هو متوسط أسعار المطاعم في الإمارات؟ المطاعم المحلية 5 إلى 15 دولار المطاعم السريعة 2 إلى 7 دولار المطاعم الفاخرة 20 إلى 60 دولار ما هو تقص الإمارات؟ تقص الإمارات حر وجف صيفا بمتوسط درجات حرارة 35 إلى 48 درجة مئوية ومعتدل شتاء 20 إلى 30 درجة مئوية ما هو أفضل وقت للسفر إلى الإمارات؟ أفضل وقت لزيارة الإمارات هو شهور الشتاء من نوفمبر إلى مارس عندما تهبط درجات الحرارة لا ننصح بزيارة الإمارات في شهور الصيف لارتفاع درجات الحرارة وصعوبة الاستمتاع بالأنشطة الخارجية ما هو متوسط أسعار الفنادق في الإمارات؟ فندق ثلاث نجوم 90 إلى 180 دولار للليلة فندق أربع نجوم 150 إلى 300 دولار للليلة فندق خمس نجوم 300 إلى 500 دولار للليلة كم يوماً كافياً للسياحة في الإمارات؟ من 4 إلى 7 أيام كافية لزيارة أبرز معالم الإمارات السياحية لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد